تهدد العمليات العسكرية التركية المتواصلة فيدهوك بنزوح المزيد من الأهالي في القرى المجاورة لمناطق العمليات في وقت حرم أهالي أكثر من عشرين قرية من العودة لمنازلهم بسبب تحولها لمناطق محرمة مراسلنا فيدهوك زال قرية حدودية والتقى المواطنين هناك وأعد لنا هذا التقرير عمليات عسكرية تركية ما زالت مستمرة على الحدود داخل الأراضي العراقية لكن هذه العمليات لم تكن الأولى فهي متواصلة منذ سنوات لكنها في السنوات الخمس الماضية كانت الأعنفة حيث أدت إلى نزوح أكثر من عشرين قرية حدودية ما يقارب عشرين قرية تابعة لناحيتنا توجد فيها نقاط عسكرية تركية ولا يستطيع أهل تلك القرى الوصول إليها لأنها منطقة محرمة وهذه القرى تابعة للمسيحيين والمسلمين نعمل مع إدارة الزاخ المستقلة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء في حكومة الإقليم على إعادة تلك القرى لأهاليها عبر خطوات عمل متسلسلة في المستقبل ترك هذا الرجل قبل خمس سنوات قريته الواقعة في آخر نقطة حدودية بسبب تجدد الاشتباكات في كل صيف بين قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية بسبب حزب العمال الكردستاني والنظام الجيش التركي قارتنا نحن محرومين من قارتنا صارنا أكثر من خمس سنين غير يكون منطقة محتلين من قبلهم لا نقدر نذهب إليها وحكمته تركوه البشمية قوات الجيش التركي تقع خلف قريتنا وتمارس القصف على مناطقنا وتحرق أراضينا وحياتنا في السابق كانت جيدة وكنا نزرع أراضينا ونربي فيها المواشي نطالب بتأمين قريتنا عبر وضع نقاط تابعة لحرس الحدود لنتمكن من العودة إلى قريتنا من ناحية دركار الحدودية خالد جاسم قناة تجد الفضائية اشتركوا في القناة